من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكري تضيء معالم غراء وملء السمع والبصار معالم ترسم الدرمى وتؤثر العقل والقلب بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم في صحبة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومفيدنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء حياكم الله شيخ محمد الحلقة الماضية بعد انتهينا من تسجيل وكنا قد وقفنا عند مسألة الدعاء ذكرتم لي طرف قصة المرأة أصابها السرطان ونفعها الله عز وجل بالدعاء فاستحسنوا أن نبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى جعل عالم ينقسم إلى قسمين عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الغيب ستره عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضاه الرسول لكنه يظهر بعضه فيجعله من عالم الشهادة إقامة الحجة والبرهان نحن معاشر المؤمنين لا نستنكر ونعلم أن قدرة الله لا يعجزها شيء وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يشفي من شاء وهو الذي يرزق من شاء بما شاء لكن الملحدين مثلا يرون هذه الأمور التي نحن نراها ولا يستنكرها في الواقع أنا رأيت امرأة أصيبت بسرطان في ذديها وكانت تتعالج وهي موريتانية فذهب بها أهلها إلى الصينيقال وأخبرها لطباء أن السرطان قد انتشر في صدرها وكانت لا تنام مدة طويلة ما أذكر عدد الأسابيع التي لم تذوق فيها مناما والألم شديد جدا وقد طلبت من بعض المؤمنين رقية فقرأ عليها فنامت في وقت القراءة وهي من فترة طويلة ما نامت نعم نامت في وقت القراءة وذهب وتركها بعد المدة ليست بطويلة كانت تنام تستيقظ يبس الثدي فأصبح كأنما وجلده يابسه ثم انكسر وسقط عجيب فذهبوا بها إلى الطبيب الذي كان رآها في الصينيقال فقال سبحان الله ذهب السرطان بالكلية ولا وجود له عجيب نعم أعرف واحد الدعاة في أوروبا من الأئمة والدعاة المعروفين أصابه السرطان في المخيخ تحت المخ وعرف الورم حدد وجاء إلى مكة في رمضان فالتمس الدعاة من بعض الناس ودعوا له وقرأوا عليه قرآن الرقية نعم فرجع فإذا هو يتصل ذهب ويقول إن الورم انقلب إلى ورم الحميد سبحان الله وأعرف امرأة وقلت يخصوه خميثا من قبل من قبل كان خميثا الورم الحميد والورم الخبيث بينهما فروق في سرعة هذا التفاعل وأيضا في أكله الورم الخبيث يأكل ما حوله أعرف امرأة كان فيها ورم خبيث في مقدمة رأسها فأكل عظام الرأس جم جم ثم قرأ عليها القرآن الرقية فتحول الورم إلى حميد وجاءت الطباء قالوا الورم حميد وزرعوا بعضه فحصوه إذا هو حميد ومع ذلك قد أكل العظام وضعوا لها بدل العظام ما يقوم مقامها ما يقوم مقامها إذن هذا كله داخل في برهان الدعاء هو واحد من البراهين التي تدل على وجود الله عز وجل طيب شيخنا أنا استعرضت معكم جملة وليس جميع البراهين المنطقية المطروحة وكان القصد من استعراضها هو أن نصل إلى أن وهو في مقابل هذا أيضا نحن ذكرنا الدعاء الإيجابي أو الرقية الإيجابية في مقابلها الدعاء الذي يموت به صاحبه حالا ذاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين دعاء على ابن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فجاءه أسد بين الناس فأكله من بين الخلق من بين الخلال وهذا ما زالت إلى الآن كثير من الظالمين تلحقهم دعوات المظلومين دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فيصاب إصابة بلغة وأعرف كثيرا من هذا وقد شاهدناه ولا يستطيع الملحظون إن كاره وإصابة وإصابة حجر الله بالباقيين نعم طيب شيخنا هناك سؤال بعد هذه البراهين التي ذكرناها أعود إلى شرح الفكرة القصد من استعراض هذه البراهين هو وضع شيء من الأدوات المنطقية العقلية التي تثبت للإنسان عقلا ومنطقا أن هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى موجود وأن ما يطرح في التشكيك في وجوده جل جلال ولا معنى له من جهة النظر العقلي وسنرى مزيد من هذا بعد قليل لكن هناك سؤال داخل في هذا الإطار وفي هذا المحور السؤال الذي يطرحه الملحدون كثيرا وهو سؤال إذا كان الله والخالق فمن خلق الله الجواب أن الخالق لا يمكن أن يكون له خالق لأن الخالق معناه أنه واجب الوجود يعني السؤال غلب واجب الوجود نعم واجب الوجود معناها مستحيل أن يأتي أي ظرف هو غيره موجود فيه فإذا كان يحتاج إلى موجود معناه أنه داخل الكون هو من الكون حين أنه من نفس المنظومة التي نتحدث عنها يحتاج إلى خالق فعلا ولكن ذلك الخالق الخارج لابد أن يكون خارج الكون وبالتالي لا يمكن أن يكون مضى زمانه وغير موجود فيه أو سيئة زمانه وغير موجود فيه أبدا وهذا ما كنا نتحدث به الآن مما ذكر في الدعاء سيئة الدعاء والرقية نظيره أيضا بعض الخوارق الأخرى خوارق العادات التي نراها الإنسان إذا مات فالعادة تقتضي أنه يتحلل يأكله الدود يأكله الدود يتغير سريعا لكن نحن نرى كثير من المتا لا يتغيرون لا تأكلهم الأرض لا تأكلهم الأرض من آخر ما بلغني من ذلك الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه حدثني أحد الثقات الذين لا يتهمون أنه فتح قبره هو هو فتح قبره ورآه بعد هذه المدة الطويلة لم يتغير شيء في خلقته ما حملوا على فتحه يصلا كانوا سيدفنون فيه لأن القبور في مصر يجبانات تفتح ويضع فيها يتكرر الدفن فيها ونفس الشيء بالنسبة لأهل غزة دائما يفتحون قبور الشهداء بعد مدد فيصورونهم سبحانه وبعض الشهداء مصور الآن صورته كما هي وهم على ما هم عليه أحد العلماء والصالحين عندنا من من قد أدركته وعرفته قارئا لكتاب الله لا يفتر عن ذكر الله اسمه سيد محمد بن سيدية بن سيدية بن الطالب سيدية المشهور الشيخ سيدية عمه عمه أبيه عمه أجداده عمه أقصد جده هذا الرجل أدركته ورحمة الله عليه وقد توفي ودفن ومضى تسع سنوات على دفنه وجاءت رياح شديدة فنسفت التراب فإذا هو منتجع على يمينه على ما كان عليه حتى الأكفان لم تتغلل لم تأكل أرضة الأكفان سبحان الله وليس مدفونا في جبانا ولا شيء التراب صبت عليه التراب شنت عليه التراب وسنن سبحان الله فأكفانه لم تأكلها التراب وهكذا هذه أمور نراها عيانا فهي من البرحي ونحن نرى أيضا قناة المرابطون أصابها حريق في الاستيديو البترة الماضية وكان فيه مصاحف فأكلت الخشبة التي عليها المصاحف وسلمته طاولة التي عليها المصاحف أكلتها النار والمصاحف لم تأكل وهي موجودة عندهم الأنام سبحان الله ونفس الشيء المسجد الذي في أمريكا وقد تناقله العالم وكله حرق المسجد كل ما فيه وبقيت المصاحف على كل حال أعود إلى ما كنا فيه إلى سؤال من خلق الله وقد ذكرت من السؤال أصلا باطل منطقي أنا وجدت بعضهم شبهه بسؤال مثلا من يسأل هل مدة حمل الرجل كالمرأة تسعة أشهر أو يسأل مثلا ما وزنوا درجة الحرارة كأن هذا السؤال هو من هذا النوع من الأسئل التي أصلا مستحيل شيء شيء الذي لا يتجه إليه أو قال لك ما طعم الحرارة أو ما طعم البرودة شيء الذي ليس له طعم ما يقاس بالطعوم الحديث الذي في الصحيح في البخاري يأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ ولينتهي هل يفهم منه أن الأمر هنا بالكفي ما رده إلى بطلان السؤال أصلا وليس لغرض كبتل هذا اتباع لخطوات الشيطان واتباع خطوات الشيطان نهان الله عنه وقال يا أيها الذين أمنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان أنا أقصد شيخا أن البعض كان يقول مثلا أن هذا الحديث فيه فرار من الجواب عن السؤال لا ما فيه فرار عن جواب عن السؤال السؤال نفسه خطأ غلط إذن لذلك قال نعم بينا أنه خطأ طيب وأيضا لو قلنا يعني لو جرينا مع السؤال من خلق الخالق وافترضنا افتراضا فسنسأل من خلق خالق الخالق ومن خلق خالق خالق الخالق ومن خلق نعود إلى نفس المشكلة التي كانت إذا خرجنا من العالم سنهيد الخالق الحقيقية الذي ليس له خالق طيب شيخنا الآن نهيت الحديث مع فضيلتكم في محور مركزي وهو محاولة استعراض بعض البراهين المنطقية على وجود الخالق جل جلاله سنتقل إلى محور معاكس في الضد وهو ماذا يقول الذين ينكرون وجود الله عز وجل وما الذي يتقدمون به من أدلة يعني هنا كنا نتحاور مع المشككين أو اللاءدريين الذين كلما جاء أبي برهان في وجود الله ناقشوه فناقشنا اعتراضاتهم لكن الفريق الآخر الذي هو متعصب لإلحاده يحاول أن يقدم براهين تثبت موقفه أو تثبت نظريته فأريد أن نستعرض مع فضيلتكم بعض هذه الأفكار التي يطرحونها على النابراهين ونناقشها معا أول قضية يطرحونها هي نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية دارون ودارون كما تعرفون في كتابه أصل الأنواع ذهب لأن الخلق بدأ بخلق بسيط وأن هناك أربع قوانين طبيعية تنازع البقاء تباينات الأفراد الإرث الانتخاب الطبيعي ومن خلال هذه الأربع بدأت تتطور المخلوقات حتى التساعد الملحدون يرون أن هذا تفسير كافي جدا لنشأة الخلق والوجود الكون وبالتالي لا نحتاج إلى البحث عن خالق أصل بارك الله فيك بالنسبة لهذه القضية فيها غاية التناقض لأنه هو قال أنه نشأ أولا مخلوق من أنشأه؟ الفكرة هنا أنك إذا رجعت بهذا الكون المعقد إلى شيء بسيط افتراض الصدفة فيه بقبول لا ما مقبول أكثر من افتراض الصدفة في الشيء المعقد مستحيل افتراض الصدفة في كل شيء مستحيل يعني يقولون يعني مخلوق صغير ممكن مخلوق من خلقه؟ يمكن يخلق صدفة لا ما يمكن لكن هذا الكون الكبير مستحيل العقل مستحيل يعني هو شيخنا يثبت أن شيئا لم يكن موجودا ثم موجود يعني لما قال داوكنز هذا أن الموقف الطبيعي قبل نظرية داروين هو الإيمان والموقف الطبيعي بعد نظرية داروين هو الإلحاد ولو كنت موجودا قبل داروين لكنت مؤمنا هو يقصد أنه كان من الصعب أن يتصور العقل خلق هذا الكون المعقد صدفة لكن لما ردنا داروين إلى أن هذا الخلق بآليات معينة كان في أول شيء يسير جدا لم يحدث لنا داروين أي شيء لأن نحن نعرف أن الخالق واحد فرد صمد سبحانه وتعالى ولو رأى هو أن من شاء العالم ذرة واحدة وقالوا هذه الذرة محدثة أو قديمة إذا كانت قديمة يقول هي المحدث للكون وحين إذن ستثبت لها صفات وستبدأ في البحث عن تلك الصفات إلى آخر وإذا كانت محدثة فمن أحدثها؟ نفس القضية الذي أحدثها إذن هو المحدث الدكتور مايكل بيه اجتاد العلمة ببيولوجية في بالنسبة لنظرية داروين بالإضافة إلى تفاهتها من ناحية أنها ما لها أي ثباتية مجرد تصور يا شيخا هذه بعض الناس أيضا لا تفيد شيئا بالنسبة لقدم العالم يغضبون من المشايخ في مسألة تسفيهم لنظرية يقول هذه نظرية قامت عليها جامعات ومؤسسات وعلماء كبار وأنتم في جلسة واحدة تقولوا ما لها قيمة لأن القيمة لا تخفى على عاقل وهذه قيمة بين أيدينا نفس الشيء قامت مؤسسات على الجنباز وعلى أنواع من الرقص وقامت على كثير من الأمور التافية التي لا تفيد البشرية شيئا لكن نحن هنا نريد فقط بالتجرد العقلي نعم النظرية داروين تفترض أن هناك أصل للخلق هذا الأصل حادث نعم من أحدثه؟ نرجع النفس النقطة التي يدعنا بنا شيد فلا يفيدنا هذا شيء هذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا أريد رأي فضيلة تكون فيها وهو قول من يقوله من المسلمين والموحدين والمؤمنين أن نظرية داروين من حيث هي ليست ضدا للإيمان بالله عز وجل الإيمان بنظرية داروين لا يقتضي الإيمان بأن الله غير موجود أو إنكار وجوده لا لكن يقتضي إيمانا بإله يكذب سنأتي إلى هذا النقطة لكن بما أنه لا يزيد على أنه قال أن الخلق له أصل غير معقد ثم تعقد وتطور مع الوقت إلا أنه لم يقل شيئا بشأن هذا الأصل بل هو نفسه كان يقول أنه لا ينكر وجود الخالق الذي حصل أن الملحدين تبنوا النظرية واعتبروها تفسيرا لإلحادهم فلما حصل هذا انشغلنا نحن معاشر الموحدين بمحاربة النظرية عن محاربة الإلحاد النظرية ثبتت أو لم تثبت ليست دليل الإلحاد أصلا النظرية لا علاقة لها بإثبات الإلحاد بوجه من الوجود هذا توافقون على هذا النقطة لكن النظرية حتى لو قلنا أنها مثبتة لوجود إله كما نفسرها هذا الإله لو قلنا بقول داروين لكان الإله كاذبا لماذا؟ لأن الإله أخبر أنه خلق الخلائق وأنه جعلها متفاوتة وأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماء وأنه مستوى إلى السماء وجعل فيها أربعة أنواع من أنواع الخلائق وجعل في الأرض أربعة أنواع من أنواع الخلائق وأنه خلق آدم بيمينه وبكلتا يديه وأنه خلقه من تراب وأنه أخرج من ضلعه زوجه وأنه أخرج منهما نجالا ونساء وأنه أنزل من الأنعام أربعة أزواج وأنه خلق الجنة وخلق ما فيها من النباتات وما فيها من الأنهار وما فيها من النذات وأنه خلق النار وما فيها من نوع العذاب وأنه خلق السماوات سبعا وخلق الأرضين سبعا وخلق هذه الخلائق وهذه الخلائق ليست من جنس الواحد منها ما هو من نار كإبليس والجن ومنها ما هو من نور كالملائكة ومنها ما هو من تراب كالبشر ومنها من تلك التراب أخرج هذه الخلائق منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فهذا الرب الذي نؤمن به هو الذي قال هذا في حق المسلمين هو الذي قال هذا فإذا قلت إذا كان هؤلاء مسلمون ويقولون النظري الدروين يمكن أن تكون صادقة يقال نعم صادقة معناه أن الرب الذي تؤمنون به كذلك أنا أقول لك ماذا يقولون مثلا الآن آدم عليه السلام هم يقولون أي المسلمون الذين يرون النظرية يمكن التعامل معها يقولون أن آدم عليه السلام هو أبو الإنسان وليس أبو البشر بمعنى أن البشر الخلق تطور كما قال داروين ولكن في مرحلة من المراحل نفخ الله من روحه في هذا المخلوق فاستوى على جنس آخر فيه العقل وفيه الإدراك وفيه كذا وكذا وباد الجنس الذي كان قبله الله بيّن أنه خلقه من تراب هل تعتقدون صدقه أو كذبه جل جلاله ومن أصدق من الله قيله ومن أصدق من الله حديث طيب إذا نحن الآن أمام مفصلين في النظرية نفصل أول توافقون عليه وهو أن النظرية من حيث هي ليست مرهانة للإلحاد أصلا لكن من جهة أخرى لا يحسن التسليم بها لأنها تتعارض لا يصح التسليم بها للمسلمين لأنها تتعارض مع مع خبر الله جل جلاله طيب وأن داروين ما حضر شيئا من خلق العالم وأن عمره معروف متى ولد ومتى مات ولم يحضر خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق عمره واتفكر فقط وما كنتم متخذ المضلين عضو هذا هذا لا يصله العقل هذا إنما يصله الخبر لا يمكن أن تقول لي قبل عشرة آلاف سنة جاء شخص من الجهة البولانية وقال كذا وهذا أنا وصلت إليه بفكري هذا ليس فكرا هذا خبر هذا خبر لا بد أن يكون فيه رواية طيب نحن عندنا العلم إما معقول وإما منقول فالمنقولات كالأخبار لا تقبل النسخ لأن النسخة تكذيب لها بالكلية مثل الأخبار التي جاءت في القرآن القصص ونحوها هذه القصص القرآنية التي أتينا فيها بحلقات لا تقبل النسخ ليست مثل الأحكام لأنها خبر الأحكام يمكن أن يوجب شيئا ثم يسخ فالأخبار لا تقبل النسخ لأن النسخة تكذيب لها لكن الأخبار لا بد أن تكون عن علم فإذا أخبرت عن شهل يكون مستند الحس يكونوا كذبا لا بد أن تكون مخبرا طيب شيخا ما دمنا في هذا النقطة نقول لكم ما ذكره الشيخ نديم الجسر رحمه الله وانتم تعرفونه المفتل لبناني والشيخ نديم كتب روايته قصة الإيمان وفيها يعني استعراض بديع للفلاسفة ورائم وكيف وصلوا إلى الله عز وجل بمقتضى العقل الشيخ نديم يرى أن الأمر المهم الضروري أن نعتقد أن الله هو الخالق للعالم ثم لا فرق بين أن يكون قد خلق كل نوع على حدة أو خلق نوعا واحدا تطور لأنواع بإيجاد مباشر منه أو بقوانين وخصائص جعلها فيه تمكنه من هذا التطور وبالتالي فالنظرية عنده لا تستلزم من كار وجود الله يعني كأنه يقول لا تعلوا معركتكم معها هذا لا نسلم به لأننا ليست معركتنا معها نحن فقط نقول إن الذي يستطيع أن يخبرنا عن نشأة الكون هو من خلق الكون فإذا أخبر بشيء وإذا أخبر بشيء فهو الحق فما عارضه باطل لأنه كان موجودا وحاضرا وعالما ودروين لم يكن موجودا ولا حاضرا ولا عالما وهو يتفلسف علينا بأمر الله علم له به لا يمكن أن نصدقه يا صدقناه معناه أننا نتنكر لعقولنا جيد نحن الآن قررنا نقطة في تقديره مهمة وهي أن النظرية من حيث هي لا تصلح برهانا للملحد أصلا هذا أما في القضية وبين يدي كلام لأحد أساتذة العلوم بليوجية في بنسلفانيا دكتور مايكل بيهي يقول ألف كتاب نسمه الصندوق الأسود صندوق داروين الأسود بناه على فكرة بسيطة قال أن أبسط مخلوق في الكون هو الخلية فلو افترضنا أن الكون كله نشأ من الخلية كما قال داروين فإن في الخلية من التعقيد ما يجعل القول بوجودها من عدم يساوي القول بوجود هذا الكون كله من عدم تعقيد واحد صحيح لأن الخلية فيها نواة وفيها نوية وفيها إجسام جولجي وفيها كما ذكرنا غشاة سيتوبلازم وفيها هذا السائل وفيها خلائق في كل الخلية بيركسون أيضا يقول كيف تستطيع قولنا أن تصدق أنه بطريق المصادفة والتطور والانتخاب الطبيعي قد تكونت حاسة الإبصال عند جميع الحيوانات إنه من المستحيل أن تكون العين بتركيبها الغريب المعقد قد نشأت من المادة مباشرة على هذه الصورة الكاملة ولو قلنا بالتطور فكيف نقنع عقلا سليما بأن الأدوار والظروف والأحوال التي مرت بها عين الإنسان تطابق الأدوار التي مرت بها عين الحيوان والتشابب من العينين ظهرين ولماذا كان أصل العينين فقط؟ هذا مثال للمقارنة فقط بل هو ذهب إلى بعد من هذا قال الآن الحيوان والنبات كائناة مختلفة تماما ومع ذلك اتفقان في عملية التناسل في أصل فكرة التناسل فإذا صار التطور والانتخاب يعني كيف انتهوا في النهاية إلى إلى هذه الجهة واحدة نعم صحيح طيب إذن اتفقنا الآن على ثلاثة أشياء على أن النظرية لا تصلح دليلا للإلحاد على أن النظرية لا تقتضي إنكار وجود الله من حيث هي على أنها تكذب أو الأخذ بها بتفاصيلها في تكذيب لآيات الله عز وجل لكن يبقى سؤال أخير هل ترون الاشتغال بالمعركة معها؟ أو مع فكرة الإلحاد وتتركها جانبا؟ هذا بحسب تأثيرها فإذا كان من المسلمين من يعتقدوا بها يشبها يجبوا الرد عليها ويشتغالوا بها وقد وجد من المسلمين من يقتنعوا بهذا التطور وأن أصل الإنسان كان قردا وأن القرد ما هو إلى مرحلة من مراحل الإنسان لا بد أن يبين المطلان هذا سأذكر لكم فكرة ذكرها زميل لنا المهندس أحمد وهو مشتغل بملف الأحاد هو يقول عندنا ثلاثة أسئلة مركزية في هذا الباب الخلق سؤال كيف وسؤال لماذا وسؤال من كيف خلق الخلق؟ لماذا خلق الخلق؟ من خلق الخلق؟ وقالنا استقرأ القرآن الكريم في جوابه على هذا السؤال فوجد أن سؤال لماذا ترك مبهما وقال الله فيه قل انظروا قل سيروا في السؤالات والآية فانظروا كيف خلق الخلق وفي سؤال الغاية أشار سبحانه في القرآن الغاية من الخلق وأن أبلوكم أيكم أحسن عمل وكذا وذكر احتمالات كثيرة وأما في سؤال من فكان الجواب صريحا أن الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى فهو يرى أن القرآن جزم في سؤال من وأبهم في سؤال كيف لكي نعطي أنفسنا الحرية في التفكر في الكيفية ونظرية داروين هي جزء من احتمالات الكيفية المهم أن نسلم بجواب من وأما جواب كيف فلا ينبغي أن نحجر على الناس فيه لا هذا غير صحيح بالنسبة لجواب كيف بعضه بيّن لنا كيفه مثل خلق الإنسان فنقف عنده نعم لأنه بيّنه الله فقال وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينَ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذا من الكيف هذا صريح الكيف الذي نفكر فيه هو أن هذا آية من آيات الله هذا المقصود بالتفكير فيه أفلا ينظرون إلى الإبلي كيف خلق لكن يشمل أيضا البحث في دقائق هذه الدقائق نحن مستخلفون فيها وعلينا أن نكتشف ما ينفعنا وما يضرنا ونبتعد عن ما يضرنا ونأخذ ما ينفعنا لكن ليس معنى ذلك أن الكيف أهمله الله مطلقا إنما بيّن بعضهم بيّن بعضهم طيب أستاذنك في فاصل شيخنا إذا سمحت لنا أيها الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله أحياكم الله أيها الأخوات نواصل حديثنا مع شيخنا الجليل شيخنا ما زلنا في داروين عبارة ذكرها بعض الدعاة المشتغلين بالدعوة إلى الله في أوروبا مهندس فاضو سليمان ونعم يقول إن شغال برد نظرية داروين فما دامت النظرية ليست قاطعة في نفي وجود الله فلينصر في جهدنا إلى إثبات الوجود وليس إلى إبطال نظرية لها قيمة كبيرة في المؤسسات العلمية وبالتالي نظهر الدين وكأنه في معركة مع العلم أنا لا أسلم أنها لها هذا الأثر الكبير وبالأخص ما يتعلق منها بالتطور ما فائدته هو لو أرجع العالم إلى خلية فترك الخلية أيضا معقدة وفيها نفس الإشكال الذي ذكرناه فلا ينبني عليها كبير شيء هي فقط مجرد رجل بالظنون وخمط عشواء في أمر لم يشهده لكن لها يعني هي الذي يعطيها شيء من الثقل لها البراهين المتمثلة في هذه الأحافير والصور التي رسموها واكتشافهم لأصول لبعض الكائنات وربطهم لها وأبحاث طويلة جدا ولو هذه الأبحاث تدل على نحن ما ذكرنا أن العالم أخرجه الله في أكتم صورة في النهاية بل بين أنه خلقه بالتدرج وهذا التدرج بينه خلقة الإنسان سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين ثم جعلنا نطفة علقة وهكذا ولذلك قال ثم إنشأناه خلقا آخر والمقصود به تناميه من ميلاده إلى شيخوخته وكبره فهذه الأمور أثبتها الوحي ولا نحتاج إلى داروين فيها لكن انتقالها من جنس إلى جنس وتحول الجنس من كذا إلى كذا ممكن لا هذا غير ممكن لأن الله لم يذكره إلا بمعجزتنا ونحو ذلك المسخ فمن البشر من يمسخه قرادة وخنازير هذا إراد آخر عن نظريه وقد أثبته الله جل جلاله وما زال المسخ قائما إلى الآن طيب لو قلنا شيخنا بالنظريه يمكن أن تقبل في إطار بعض صور التطور التي لم يريد في الوحي ما ينص فيها بشيء قاطع ويبقى قول في العلم هذا قول في العلم ما فيه إشكال مثلا لو قلت لي هذه الدودة ستتحول إلى فراشة وهذه مرحلة من مراحل خلقها قلت لك هذا لا يمنعه أحد لم يريد في الوحي ما يكذبه لم يريد في الوحي ما يكذبه أنا وقفت شيخنا على دراسة ما دونتها هنا لكن الآن تذكرتها مع ذلك الحديث دراسة استعرضت جميع الاكتشافات الأثرية التي كانت محورا ثقيلا في نظرية داروين وبينت من خلال الرسومات الموجودة أن الرسومات نفسها كان فيها تزيد يعني مثلا الذي وجد من الأحافير يعطي نصف الشكل طيب النصف الثاني أكمل علي أساس أكمل بخيال العالم وبالتالي قرب هذا الخيال هذا الموجود إلى الخلق الآخر الذي زعم أنه تطور إليه فليس هناك أصلا دقة في رسومات الأشكال التي يوجدها لا يمكن أن توجد أصلا لأنه في عوامل نحط التعريح لا هذا قد يكون بقي شيء سبحان الله حكرا والله ولو إذا بقي لا يدل على هذا التطور لأنه ما شهدنا لكن القردة الأولى ما شهدنا تطوره حتى نصل إليه القردة الأولى التي هي يعتبرونها أقرب شيء للإنسان والله نسيت اسمها الآن ليتني دونت وعندي بيّن بالرسومات أن الصورة المشهورة لها والتي هي أقرب صورة للإنسان والتي اعتبرت واحدة من الأدلة القوية نظر الدارون كان ثلاثة أرباعها زيادة في الرسم وإيضا حتى لو قيل أنها كانت أقرب شيء للإنسان يمكن أن تكون ما موسخة من الإنسان طيب فصار قردة والله بيّن أنه لم يسخ من اليهود قردة وخنازير وإخبار ذلك في كتاب يمكن يكون هذا لكن أفاد أنه لم يبقى لهم نسأل هؤلاء القردة لا هم لا بد أن يموت وكل ممسوخ لا يمكث أكثر من ثلاثة أيام غالية فكيف بقي لهم شيء؟ لا يبقى في الآثارهم في الأرض وتخرجها الحفريات لكن أيضا حتى المسخ ما زال ما يثبته بكثير من الأحيان الغريب أن بعض الذين حاربوا الله ورسوله وإذا عاشوا تكون صورهم غاية في القبح وتكتب عليهم مذلة وهوان لا يستطيع الإنسان نظر إليه لبشاعة لبشاعة الصورة بعض النسوان اللواتي دعونا إلى تحرر المرأة واختلاعها من الملابس واختلاطها بالأجانب وأنها تتحرر من لابسها وتكشفها وجب الله عليها سطره عاشت حتى أصبحت مسخا لا يستطيع الإنسان نظر إليه لقبحه هذه آية يجريها الله نعم ولا ما أكثر لا يكشفنا لا لكن أنا أقصد هي التي دعت التي دعت إلى هذا كانت أول من دعا إليه في مصر وصلت إلى مسخ عجيب جدا فهمت من تقصدون طيب شيخنا بقي شيخ داون وانتقل إلى النقطة التالية النقطة التالية التي يطرحها الملحدون برهانا لهم في إنكار وجود الله جل جلاله وتعالى الله عما يقولون هي قضية المصادفة ويقولون أن هذا الكون رغم كل ما فيه إذا نظرنا إلى المدة الطويلة والاحتمالات يمكن أن يكون مصادفة حتى أن هيلسكي كان يقول لو جلست ستة من القروض على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها ملايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة لعمليات ظلت تدور لبلايين السنين هذا غاية في التفاهة الفكرة غاية في التفاهة لأنه نسبا لأن الشيء له طبيعة معينة و تلك الطبيعة تقتضي تكرارا و هذا أجابه الله بقوله و في الأرض قطع متجاورات و جنات من أعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان تسقى بماء واحد و نفضل بعضها على بعضهم في الأكل ولذلك لو قيل له هل مضى على القروض في الكون الآن بلايين السنين سيقول نعم غالبا فيقار هل أنتجت هذا الذي تحدث عنه قصاش كسبير؟ يمكن أن أنتجوا للمتنبي شيء ولا لا أنتجوا شيء طيب هناك إحصاء عددي يعني شيخنا قد يبين لنا بشكل أوضح استبعاد هذا الفرصة هو تسمونها تجربة المكعبات العشر لو أنك وضعت في جيبك عشر مكعبات مرقمة من واحد إلى عشرة و كنت تأخذ رقما ثم تعيده مرة أخرى إلى جيبك فبالحساب احتمال أن تخرج رقم واحد في المحاولة الأولى هو واحد من عشرة احتمال أن تخرج واحد واثنين متتابعين واحد من مية احتمال أن تخرج واحد واثنين وثلاثة متتابعة واحد من ألف احتمال أن تخرج العشرة واحد إلى عشرة ملايين محاولة هذا فقط في عشر قطع صغيرة في الجيب فكيف هذا النظام؟ صحيح وهو مثل الفتح الشنطة التي تغلق بالأرقام أو الباب الذي يغلق بالأرقام لا بد أن تأتي على محاولات كثيرة حتى تصل ومن الصعب جدا للوصول بعضها كلما ازدادت الأرقام إذا كانت مثلا ثلاثة ثلاثة أرقام لا بد أن نتحرك تسعة في تسعة تسعة وتسعة وتسعين محاولة احتمال إذا كانت الأقام أكثر من ذلك سيكون عدد هائل أترك هذا إلى إيراد أكثر تعقيدا وهذا يعني ربما واضح بطلانه وكذا وهي قضية الشر يا مولانا صخرة الإلحاد كما يعبر أحد الملحدين هي مشكلة الشر أو قضية الشر يقولون لو كان في هذا الكون إله لما كان هذا الشر وهذه المعاناة وهذا الألم قتل الأطفال وقتل الصغار والكبار لأنه إما أن يكون هذا الإله راضيا به مقررا بالظلم فلا يصلح أن يكون إلها وإما أن يكون غير راضا به ولكنه لا يعلم به فلا يصلح أن يكون إلها وإما أن يكون راضيا وعالما ولكنه غير قادر على تغييره فهو أيضا لا يصلح أن يكون إلها نتيجة في حسب تقديرهم إذا لا يوجد إله نعم هذا غاية أيضا في السخف والتناقض لأن هذه الأحداث هو الذي اختارها وهو مالك هذا الكون وتصرفه فيه هو لمصلحة الكون فلذلك هذه الأحداث مثلا كما ذكرى الظلم وقتل الأطفال وغير ذلك من الأمور أرادها وشاءها وقدرها لحكمة فيها وهذه الحكمة هو أعلم بها لأنه هو الذي بيّن لنا أنه خلق جنة وخلق نارا وهو لا يجب عليه شيء أنت مخلوق مقر بأنك مخلوق له المشكلة إذا لم يكن مخلوق فكيف تجيب عليه شيئا؟ الخالق لا يجب عليه شيء وهو بحكمته أراد أن يقسم العالم إلى ظالمين وإلى مظلومين وإلى صالحين وإلى فاسدين أو مصلحين ومفسدين وجعل جنة ونارا جميل فهو الذي أراد ذلك لا يمكن أن تجيب عليه أن يخلق جنة فقط وأن يجعل العالم كله صائرا للجنة هذا مستحيل كما أنه بالمقابل لا يمكن أن تجيب عليه أن يخلق شرا كل محضن وأن يجعل النار فقط دون جنة هذا مستحيل مزيدا لبيان وشهة نظرهم في هذه القضية يقول أحدهم ما دام الله كلية المعرفة كما تقولون في كل شيء فهو عارف بوقوع الشر وما دام كلية المحبة والرحمة فالمفترض أن لا يرضى بوقوع الشر وما دام كلية القدرة فهو قادر على منع الشر فإذا وجد الشر مع هذا كله فهذا دليل على أنه لا يوجد إلاه لا هو أراد ذلك فبينه وهذا دليل على تمام قدرته ودليل على تمام محبته للخير لأنه عاقب على الشر وأراده أن يقع عليه وعاقب عليه وإلا لو لم يخلق الشر لما عرفنا الخير أصلا جيد كيف تعرف الشر إذا لم يكن بضده بضد هذا التميز والأشياء طيب شيخنا الآن لو قلنا بالنسبة للذي يؤمن بوجود الله عز وجل من السهل أن يجاب على هذه القضية عنده بأن يقال ما دمت آمنت بأنه خالق فالخالق لا ينزل على شرط المخلوق ويخلق ما يشاء سبحانه ولا يسأل عما يفعلهم يسألون وانتهينا القضية معه في هذا الحد لكن مشكلتنا مع الذي ابتداء أنه يجادل في وجود الخالق وبالتالي يطرح هذه كواحدة من الأدوات التي يشغب بها على وجود المولى جل جلاله فهنا الإشكال أنا وجدت بعضهم يتعلق بمسألة بدت لي جيدا والله أعلم على رضها على فضيلتكم وهي أن هذا الإيراد ليس إيرادا على أصل وجود الخالق هو إيراد على صفات الخالق على حكمته يوخ بمعنى أنه لا شيء عقلا يمنع أن يوجد خالق وإن كان الشر موجودا ما المشكلة إذا كان هناك إيراد قد يكون هذا الإيراد على حكمته ورحمته وعدله وإلى آخره سننتقل لمناقشة هذه لكن أصل وجود الشر لا يعني أنه لا وجد إلا صحيح فهل هذا الإيراد في محله؟ هذا الجواب بمحله صحيح طيب يعني اللقاش كله كان يتعلق بصفاته وحكمته نعم إيرادته وقدرته النقطة الثانية أنه نحن أمام جواب هذا السؤال على فكرتين الفكرة الأولى التي تذهب إلى البحث عن الحكم لهذا الذي يرى أنه شر وبالتالي نثبت أن الله سبحانه وتعالى إنما قدره لحكمة لا نعلمها والخط الثاني هو الذي يذهب إلى أنه لا تضاد بين وجود الشر وبين وجود الخالق كما ذكرت قبل قليل فأمامنا الطريقان في الجواب فأي الطريقين ترون أنه أولى في الجواب في حق الذي لا يؤمن بوجود الله أصلا أن نثبت له أن وراء كل ما رآه شرا خير أو أن نثبت له أن أصلا وجود الشر لا ينفي وجود الخالق من حيث هو هما درجة تانية في الاستدلال أولا درجة أن وجود الشر لا ينفي وجود الخالق وأننا نتكلم في نقطة الوجود أصلا أين والأمر الآخر أننا بإيماننا بوجود الخالق إذا عرفنا أن الخالق موجود فنبحث عن صفاته حينئذ وصفاته سنجد منها أنه لا يجب عليه شيء وأنه هو الذي يعلم الخير وهو الذي يعلم الشر وأنه لو خلق لنا خيرا محضا لما عرفنا الشر ولذلك قال في خلق الليل والنهار قل أرأيتم يجعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضيائن أفلا تسمعون قل أرأيتم يجعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فهو الذي يخلق هذه الأضداد شميعا ومنها الخير والشر والظلام والنور وغير ذلك والفلاسف الأولون من اليونانيين عندما كانوا يفصلون بين إله الظلم وإله النور وكذلك الفرص الأوائل الذين رأوا التفصيل بين العالم أن له إلهين إله خير وإله شر ورد عليهم أبو الطيب بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبروا أن المانوية تكذبوا فماني هو الذي كان يرى الانقسام إلى خير وشر وأنه لكل إله مستقلا لكنه رأى أن وجود هذا الخير ووجود هذا الشر مثبت لوجود إله ثم بعد ذلك رأى أن هذا إله الخير وهذا إله الشر لأنه لم يصل إلى قضية نعم ما ذكرناه في قضية انتفاء ودليل التمانع لو كان فيه ما آلهة إلا الله ولمس سدت أنا يظهر لي أشكال في معالج هذه القضية شيخنا وهي أن جر الملحدين لنا إلى النقاج حول مشكلة الشر بعيدا عن براهين العقل التي ذكرناها في وجود الخالق لماذا يختارون الشر دون الخير سؤال سؤال وجيه هم ضداني وموجوداني معا فلماذا يعترضون على وجود الشر ولم يعترضون على وجود الخير يستدلون بالشر على عدم وجوده الخير أيضا من دام عليه اعتبره شرا ومن له كأهل سبب نعم لكن ما تفضلك ممكن أن يقال إذا كانوا يعترضون بوجود الشر على وجود الله فليستدلوا بوجود الخير على وجوده فليستدلوا بوجود الخير على وجوده نعم لكن الفكرة هنا شيخ نحن ذكرنا في الحديث السابق مجموعة براهين عقلية ملزمة وحاصرة تثبت وجود الخالق فالنقاش في مشكلة الشر بعيدا عن تلك القوانين هو نوع من الاحتيال لأن أنا لن أصل معك إلى مشكلة الشر حتى تعطيني جوابك في تلك البراهين العقلية فإن حصرتك تلك البراهين وأثبتت لك أن الله موجود سأنتقل معك إلى مناقشة مشكلة الشر أما تقفز إليها وكأنه ليس هناك براهين أخرى على وجود الله إلا هذا فما ترن نوع من الاحتيال هو نوع من الاحتيال لكن مع ذلك لا ننقطع به لا نضيق به درعا جيد لأنه في مقابل الشر خير والخير موجب لوجود الخالق صحيح وهو مستحيل أن يقول لك هذا موجب لوجود الخالق وهذا موجب لانتبائه وهناك معنى أيضا والله قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل هو الذي خلق هذا هناك معنى شيخنا أسأل عن رأيكم فيه أيضا بعض الباحثين يرون أن الشر أو قضية الشر هي مشكلة للملحد أكثر مما هي مشكلة للمؤمن لماذا؟ لأن الملحد أصلا لا يؤمن بوجود الله وبالتالي لا يؤمن بمرجعية متعالية تميز له بين الخير والشر فعلى أي أساس أصلا قال أن هذا شر؟ نعم صحيح على أي أساس أن قال هو شر؟ صحيح ما عنده أساس يذكرون أن داوكنز مثلا يعني لما جرى على مقتضى الحادي قال ما الذي يمنعنا أن نقول أن هتلر كان محسنا يقول ما أجد أنا في براهين العقلية والسياق الفكري ما يمنعني من أن أقول أنه كان محسنا صحيح وهذا الذي جعلنا نحن نقسم القدر إلى أربعة أقسام جميل وهي؟ هي القدر الخير الحلو والقدر الخير المر والقدر الشر الحلو والقدر الشر المر فالقدر الخير الحلو ما يعجله الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته من العافية والصحة والفهم والإدراك والإلم للمؤمنين والقدر الخير المر ما يبتل الله به عباده المؤمنين مما يمحصهم ويكفر سيئاتهم من الأمراض والأسقام والأوبئة والأضرار وغير ذلك والقدر الشر الحلو ما يعجله الله لأعدائه مما يعينهم على الطغيان والظل تفتح لهم التكنولوجيا يعطون الأمال والصحة والعافية ليزيدهم ذلك طويانا والقدر الشر المر صناديد القدر ما يصيب به أعدائهم من الكوارث والمشكلات فهم شر من الجهتي نعم فلذلك القدر على أربعة أقسام إذن قدر خير حلو وقدر خير مر وقدر شر حلو وقدر شر مر فهذا التقسيم ينظر إلى هذا المعنى نعم الفيلسوف وليام كريغ يقول كلاما يؤيد ما تفضلتم بالإشارة يقول رغم أن المعاناة يعني الشر تشكك على المستوى السطحي في وجود الله إلا أنها على مستوى أعمق تثبت وجود الله إذ أنه في غياب الله لا أتمثل المعاناة شيئا قبيحا إذا آمن الملحد أن المعاناة شيء سيء أو أنها أمر يجب أن لا يكون فهو بذلك يقدم أحكاما أخلاقية لا يمكن أن توجد إلا إذا وجد الله نعم هذه الأحكام الأخلاقية ناشئة عن فطرة والفطرة هي التي يمجز بها الإنسان بين الخير والشر والملحد ينبغي أن ينكر هذا أصلا ممكن للفطرة أصلا لا يمكن أن ينقر بالفطرة فكيف يعرف خيرا من شر فمجرد إيمانه بأن هناك شر يطرحه كمشكلة أنه مؤمن بالفطرة ينقض إلحاده أحد الباحثين يقول الخير هو أصل السؤال بمعنى في مقابل سؤال إذا كان هناك إلا فلما هذا الشر في الوجود هناك سؤال أهم إذا لم يكن هناك إلا فمن أين هذا الخير في الوجود نعم هو ما ذكرناه هذا هو نفس الكلام اللي قلته أيضا هناك قضية أخرى الافتراض أن هذا المتعلق بالصفات افتراض أن الإله أن كون الإله رحيما عالما مريدا يلزم منه أن لا يكون في الدنيا شر هذه المرتبة الثانية من النقاش الأولى أثبتنا أن وجود الشر لا ينفي وجود الخالق من حيث هو قالوا طيب إذن هو ينفي حكمته هل كون الإله خالقا مريدا عالما رحيما يمنع من حصول الشر في الدنيا لا لا يمنع من ذلك لأن الشر له فيه حكمة أخرى امتحان وابتلاء جميل فيه واحد ضرب مثال يقول أن أحيانا الصانع ما يصنع قطعة كبيرة يخفض جودة بعض القطع عمدا لتعلو كفاءة المجموع فمثلا يستخدم السيارة قطع بلاستيك وليس من الحديد الصلب هي أقل كفاءة لكن من أجل أن السيارة في مجملها لا تثقل وبالتالي فيخفض جودة الأشياء عمدا الجزئيات ليصلح المجموع وأيضا ليعرف بها ليعرف بها ما قابلها هل يمكن أن إذا كانت الصناعة مثلا توقفت عند أول سيارة أو أول طائرة كيف نعرف الجودة والمنافسة والتقدم صحيح هي نفس المستوى صحيح نعم هل يمكن أن ننظر للشر بهذا المنظور ولذلك اليابانيين الآن يقولون هذه الصناعة الصناعة 2020 هذا مدر 2020 وهذا مدر 2021 ومدر 2023 وقد صممت إلى الآن جاهزة من الآن من الآن لماذا لا يخرجونها الآن ليكتشف التطوير وما فيها من المحصنات لمزيد من التحسين لمزيد من التحسين كنت أقول فقط هل يمكن نظر لفكرة الشر بهذا المنظور بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراده عمدا لصلاح المجموع أنت بذكرتم شيخنا من قبل البشر وأنه لو لم يموتوا لضاقت بهم الأرض فيأتي الزلزال أو الكارثة تكون شرا في هذا الموقف شرا فيه من مجهن وخير لكن أو بشكل عام وخير البشرية هل يمكن أن يقال أن كل شر جزئي موجود في هذه الدنيا يمكن بشكل أو بآخر التماس خير من ورائها لا بد ليس يمكن بل واجب هذا ويجب أن نعرفه بعينه وندرك الحكم لا قد ندركه نحن وقد لا ندركه لكن الله قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو يسعر لكم وقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله بها خيرا كثيرا فلنحن لسنا نحيط علما بهذه المخلوقات ولا بما أراد لها خالقها وبارئها وإذا قال قائل طيب رغم ذلك كله فلماذا لا يجعل الله الكون كله خيرا ويريح الناس لماذا خلقه أصلا الله أعلم هو الذي يعلم لماذا خلقه ولماذا نوعه فمنهم شقي ومسعيد ولماذا خلق الجنة والنار خلق حزب الله وخلق حزب الشيطان لماذا خلق إبليس كان بالإمكان لا يخرق إبليس كان بالإمكان لا يخرق ملحدا واحدا وأن يهدي الجميع لكنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا من تمام كماله تمام كماله معرفتنا بالضدين لو كانت الدنيا كلها ليس فيها ضد اتجاه واحد لما عرفنا الفرق بين الخالق والمخلوق طيب شيخنا هناك معنا ذكره بعضهم وقال إن وجود الشر هو ضرورة إنسانية لعلة مهمة جدا هي علة الحرية فالكون لو كان كله خيرا فأصبح الإنسان مجبرا على الخير وبالتالي في مقابل انتفاء الشر أنت سلبت من الإنسان أعز ما عنده وهو قدرته على الاختيار وحريته في أن يفعل الخير أو الشر أيضا حتى العلم هو سلب لعلمه أصلا لم يعلم خيرا ولم يعلم شرا لأن الخير لا يعرف إلا بما يقابله لأنه قال إن وجود الشر ثمن لامتلاك الإنسان حريته لكان ثمنا ليس بالكثير طيب شيخا هذه عبارة أقرأها عليكم ونختم بها ونواصل حديثنا في أول حلقة القادمة يقول مقتضى كلام الملاحدة في قضية الشر هو أن يكون الإله مخفورا برغبات الخلق فلا يفعل ما يتجاوز عقولهم ولا يحدث أمر لا يفهمونه ولا يتخذ قرارا إلا إذا كان في رفاهيتهم ولا يخلقهم أصلا حتى يسألهم واحدا واحدا هل تريد أن تخلق ويكون مستعدا في أي لحظة للإجابة على استشكالاتهم وكأنه على الطرف الآخر من الهاتف هذا الصحيف أيضا حتى في تقسيمه لأرزاقهم لو أنه جمعهم جميعا في صائد واحد فعرض عليهم سألهم من أي شيء تحبون أن ترزقوا سيختار الناس أحسن الوظائف وعلىها راتبا وأقلها جهدا وحينئذ سيخرى بالعالم كله لأنه لا يوجد من يقوم بالقمامة من يشغل أشغال البلدية لا يوجد من يخوض في أعماق البحار لا يوجد من يغوص في أعماق البحار لا يوجد من ينحت الجبال لا يوجد من يشق الطرق لا يوجد من يعالج الأمراض ويشق ويعالج سيقع الخراب في الكون كله لكنه هو قسم هذه الأرزاق بمشيئته فحبب إلى هؤلاء بهواهم الشغل في القمامة فاشتغلوا في القمامة وفي الراواء وحبب إلى هؤلاء الغوص في البحار وحبب إلى هؤلاء رحت الجبال فهذا الذي ظاهره وشره وحكم مبالغة في المبالغة ولي تعطل هلك الجميع أكرمكم الله شيخنا وشكر لكم استأذنكم في ختم هذه الحلقة ومواصلة الحديث في الحلقة التالية إن شاء الله إن شاء الله أيها الأخوات شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمتال للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعاطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا